موسيقى غرفتا عمليات مركزيتان أعلنت عنهما فصائل الجنوب في درعة والقنيطرة تحسبا لأي هجمات أو محاولات تقدم قد تشنها ميليشيا أسد الطائفية يأتي ذلك تزامنا مع قصف مستمر وحشود عسكرية متواصلة يرسلها نظام الأسد إلى الجنوب السوري موسيقى وعلى ضوء ذلك يبدو أنه لانية جدية لدى الدول الضامنة والمجتمع الدولي لمنع حدوث معركة قد يشهدها الجنوب السوري حتى الاجتماعات المقررة بهذا الصدد ألغيت والحديث هنا عن اجتماع روسي أمريكي أردني كان من المزمع أن تستضيفه عمان في وقت سابق قصف مدفع يستهدف أطراف مدينة الحارة احتمالات الحرب ومجريات الأحداث جنوب سوريا تسببت بحركة نزوح واسعة في أوساط المدنيين باتجاه مناطق في القنيطرة وأخرى قرب الحدود الأردنية حيث تشكل مسألة النزوح عامل قلق لدى الأردن الذي قد يشهد موجة نزوح جديدة في حال انفجرت الأحداث جنوب سوريا مالات متوقعة تضعه في موقف يتطلب منه تجنيب الجنوب التصعيد العسكري ولا تغيب إيران عن مشهد جنوب غرب سوريا حيث كشفت مصادر إعلامية الروسية أن إيران لم تستجب لمطالب واشنطن وإسرائيل بالانسحاب من المنطقة بل على عكس ذلك عززت وجودها وتدخلت بشكل مباشر على خط المواجهة لتضع هذه التطورات إسرائيل أمام تحدي جديد يتمثل في الوجود الإيراني وتشعبه داخل الأراضي السورية